ماشي يا حبيبي انا هعلمكم الادب ايه ده ايه اللي نلابسه ده وايه اللي نلابسه ده كمان هو ايه اللي حصل لنا ده يا هيسم احنا لبسين مقطع ليه كده وايه البيت ده وجينا فيه ازاي انا مش فاهم اي حاجة هو احنا في حلم ولا ايه بابا يا بابا اصحى يا بابا بابا ايوة يا ولاد صباح الخير يا هيسم صباح الخير يا نادا هو احنا جينا هنا ازاي يا بابا ايه ده صحيف يا ولاد هو ايه المكان اللي احنا فيه ده ايه البيت ده و ايه اللبس الغريب اللي انتو لابسينه هي فين عيدة يا عيدة يا عيدة مفيش حد هنا غيرنا يا بابا هو احنا اتخطفنا ولا ايه فين الموبايلات مفيش موبايلات يا بابا اما شوف سعيد السواق فين هو فيه ايه هو احنا مخطفين احنا اللي هم مخطفين مش هيسبونا كده أكيد كانوا هيربوتوا قدينا فيه حاجة غلط بتحصل عايزين نفهم فيه إيه أنا جعانة قوي وحاسة أن أنا هيقم علي من الجوع أنا حتى مش معايا فلوس خالص ولا موبايل ولا أي حاجة في المكان الغريب اللي إحنا فيه ده هو إحنا رجعنا بالزمن والله حصلنا إيه أولاد طب إحنا ممكن نمشي شوية ونشوف أي بيت نخبط عليه ونطلب منهم أن هم يأكلونا إنتي عايزة تشحتي يا ندا؟ مش قادرة أنا جعانة جداً وهموت من الجوع ولو ما أخدتش أكل من الناس دي هجب أكل منين؟ أنا هروح أخبط عليهم يا أيوة يا بنتي عايزة إيه؟ ممكن يا طنط أي حاجة أكلها عشان أنا جعانة وغريبة عن المكان طبعاً يا بنتي حاضر استنى ما جيب لك أكل أخيراً الست هتجيب لي أكل اتفضلي يا بنتي شكراً إيه ده؟ هو ده الأكل اللي عندكم يا طنط أيوة يا بنتي ده أحسن أكل هنا وأنا كرمتك وديتك منه يعني كمان الأكل مفيش غير ده يلا مش مشكلة أي حاجة بكراً يا طنط طنط جارتنا اديتني الأكل ده وبتقولين ده أحسن أكل عندها هو إيه اللي بيحصل؟ ده البيوت في المنطقة هنا شكلها قديم كل حاجة قديمة وكمان فجأة كده ننام ونصحاً لاي نفسنا في المكان ده مش ممكن أبداً في حاجة غلط يا بابا طب يلا بها الأول ناكل عشان أنا جعانة قوي أو أي أكل وخلاص؟ ياه ده أنا كنت جعانة قوي أكلت الحمد لله طيب أقول لكم إيه بقى يا أولاد لحد بقى ما نفهم إيه اللي بيحصل لنا ده لازم ندور على حاجة نشتغلها عشان نعرف نعيش هو إحنا هنقضيها شحاتة ولا إيه؟ نشتغل؟ نشتغل إيه يا بابا؟ هنشتغل إيه؟ خلاص خلينا قاعدين كده وإحنا مش عارفين إحنا فين ولا هنتصرف إزاي يلا بينا يلا يا بابا لو سمحت ملاقيش عندكم شغل هنا؟ لا يا ابني مفيش شغل هنا بس إنت ممكن تشتغل معي هنا في الأرض تزرع وتربي معي حيوانات أرض وحيوانات؟ وفين شركات بابا وأملاكنا؟ شركات بابا وأملاككم جرائية هيسم يا ابني ده إنتوا كنتوا بتزرعوا في الأرض اللي جنبنا دي إنتوا نسيتوا ولا إيه؟ نسينها إيه؟ هو أنت تعرفنا؟ أيو عرفكم هو أنتوا فقدين الذاكرة ولا إيه؟ إيه يا محسن؟ يعرفنا؟ هو محسن؟ لا أيوة يا نادا يا بنت عرفكم وعرفكم كويس ده إنت يا نادا كنت بتربي فراخ بتجيب الكتاكيد كده وهي صغيرة وأما تكبر بتروح يتبعيها أنا؟ بربي فراخ؟ لا أكيد في حاجة غلط أكيد في حاجة غلط ولا غلط ولا حاجة أنتوا شكلكم نسيين جرائي هي محسن ما تفتكر ولا تفكر ولا تفكر ولادك أنا مش فاكر حاجة أنتوا فعلا شكلكم نسيين تعالوا ما أخدكم أوركم الأرض اللي كنتوا بتزرعوها الأرض اللي كنا بنزرعها أنتوا إزاي تهين كده؟ هيا دي بقى الأرض بتاعتكم أسيبكم بقى تزرعوا وأروح أنا عشان نروي الأرض بتاعتي ولو عايزين حاجة بقى أنا جنبكم نادوا علي قولولي أن أنا بحلم وإنتوا معايا في نفس الحلم قولولي أن إيدين مش حقيقة يعني هنكون كلنا بنحلم نفس الحلم يا عيسم ولا إيه؟ اللي بيحصلنا ده يا أولاد دي لعنة أكيد بسبب اللي بتعملوه في الناس واحد من الناس اللي أزيتوهم ده علينا يعني هو إحنا دلوقتي في لعنة طب هترجع إزاي؟ إحنا لازم نشتغل زي ما الراجل ده قال لنا بس غريبة أن الراجل ده عارفنا أنا مش فاهم حاجة برضو يا أولاد أهم حاجة دلوقتي نروح نشتغل زي ما قال لنا يعني أنا على آخر الزمن أمسك فات وازرع في الطينا وأنا هربي فرخ وبط أنا هتجنل فين أما كنت بسحة أفطر كروسون وبتيل وميني بيزة؟ تقريبا خلاص يا ندا مش هنشوف الحاجة دي تاني بس أنا بخاف من الطيور هأكلها إزاي؟ اتعودي بقى يا ندا شوفوا بقى يا أولاد الخضار اللي هنجمعه النهاردة من الأرض وانت يا ندا تجيبي كم فرخة كده من هناك ونروح نبعهم عايزين ناخد فلوس إيه؟ هنروح نبعهم؟ اسمعوا الكلام بقى إحنا ما فيش قدامنا غير اللي احنا هنعمله ده يلا بقى يا أولاد نروح نبع شوية الخضار دول والفراخ اللي معاك يا ندا الفراخ أنا ما كنتش عارفة أمسكهم وكنت مرعوبة منهم قبل على ما عرفت بقى حطهم في الصندوق ده ده حاجة صعبة جدا يلا تعالوا ورايا بقى عشان نبعهم الخضار اللي معاكم ده بيتبعوه أيوة معنا الخضار ومعنا فراخ طيب أنا تاجر وبلف على الأراضي أخذ المحصول والخضار وباخد الفراخ كمان أنا هشتري منكم الحاجات دي وتجيبولي زيهم بكرة ماشي اتفقنا هات الفلوس بقى وخد الحاجات اتفضل الفلوس هيه الفلوس دي هو ما فيش فلوس تانية غير دي مالها الفلوس دي ما هي دي الفلوس اللي بنتعامل بيها وكل ما اخد منكم بضعة أكتر هديكم فلوس أكتر طيب خد البضعة بقى ودينا الفلوس حطولي الحاجات دي في العربي طيب هو ما فيش هنا سوبر ماركت سوبر ماركت ايه سوبر ماركت ده يا ابن ده مكان بنشتري منه اكل اه ايو ايو في محل بقالة اخر الشارع امشوا شوية كده هتلاقوه طيب شكرا ما تنسوش هعد عليكم بكرة اخد خضر وفراخ حتى محل البقالة اللي قالنا عليه ما فيهوش غير عيش وجب هي الحياة هنا كلها كده الناس بترب طيور وتزرع ويأكلوا عيش وجبنا طيب انا عندي فكرة يا ولاد احنا ممكن نزرع وناكل من اللي بنزرعه يعني خلاص هي دي هتبقى حياتنا ودي العيش اللي هنفضل عيشنا لو عندكم حل تاني انا معاكم قولولي عليه ما عندي ناش حل تاني شكرا هنقض حياتنا كده طب يلا ناكل العسل والجبنة اللي اشتريناهم عشان ننام ونصحى بدري نروح الارض الحمد لله يا ولاد ان احنا اكلنا وشبعنا في غيرنا مش لاقي اكل العيش والجبنة حلو برضو يلا ادخل ننام بقى عشان هنصحى بدري نسبحوا على خير وحضرتك من اهل الخير يا باب وحضرتك من اهل الخير يا باب هيسم هو احنا هنفضل كده والله يا ندا انا شايف يا ندا ان ما فيش حل قدامنا غير ان احنا نحب شغلنا ونتعود عليه نتعود عليه ارب تيور برب تيور يا هيسم بعد ما كنت بروح الكوافير واعمل شعري والبس اشيك حية انسي الحاجات دي كلها يا ندا ما انت شايفة عايشين في مكان غريب وبنعمل حاجات غريبة لازم نتعود يا ندا يظهر فعلا يا هيسم ان احنا لازم نتعود ونحب شغلنا يا كده يا مش هنعرف نعيش اما اكل الطيور وحط للحسان ميا انا شايفك يا هيسم يا ابني عجبك شغل الارض وبقيت مبسوط هنا ما هو انا يا بابا زرعت بزرة ومستني بقى شوفها لما تكبر هتبقى ايه وكمان يا بابا انا حسيت ان انا بعمل حاجة بنزرع ونبيع المحصول وبناخد فلوس بنعمل حاجة بنشتغل هققى ان نعمل حياة دي في الاول ما كانتش عجبانة بس خلاص تعودنا عليها لان دي حياتنا ولازم نحبها انا اكتلت الطيور وحطيت للحسان الميا وانت يا ندا يا بنت بقيت مبسوطة من شغلك هنا ولا لسه متضايقة والله يا بابا انا خلاص اتقلمت على الحياة دي وحسيت ان انا مسؤولة وبعمل شغل وبستفيد من شغلي يعني لما بربط طيور وبتكبر وبابعها بحس ان انا عملت حاجة الحياة هنا يا بابا علمتنا حاجات كتير كانت غيبة عننا ما كناش حسين بيها اتعلمنا ان احنا لازم نحافظ على النعمة اللي في ادينا لان الواحد ما بيحسش بقيمة النعمة غير اما تروح منه ايوة يا بابا يعني احنا قبل ما يحصل اللي حصل لنا ده كان معنا فلوس كتير نسحى والنام والنام ونسحى واحنا مش عارفين بنعمل ايه انتوا تغيرتوا كتير يا أولاد وانا مبسوط بيكم اول يعني لو حياتنا رجعت تاني مش هترجعوا ابدا للي كنتوا فيه لا ابدا يا بابا انا حسيت قد دي انا كنت تافي وماليش قيمة معايا شوية فلوس باجرش مالوي مين عشان اخلصها وخلاص ايوة يا بابا مش ممكن نرجع زي ما كنا كده ابدا احنا فعلا كنا تفهين انا جهزت الطيور اللي هنبعها وانا يا بابا حضرت المحصول وجهزته بقول لكم ايه بقى يا أولاد انا جهزت لكم شوية عصير انما ايه هلوين قوي يلا نشرب العصير قبل ما ندخل ننام شكرا يا بابا تعبت نفسك ليه بس كنت قولي وانا اعمله ولا تعب ولا حاجة انا عشان فرحم بكم ان انتوا تغيرتوا حبيت عمل لكم العصير بايدي يلا كل واحد ياخد كوبايته ويشرب تسلم ايدك يا بابا العصير حلو قوي طب يلا بقى يا أولاد انا هدخل ننام وانتوا كمان ادخلوا ناموا بعد ما تشربوا العصير عندنا شغل كتير الصبح قادر يا بابا ايه ده هو انا رجعت الفيلا تاني ولا ايه نادا يا نادا اسحي يا نادا ايه يا هايتم الطيور جرى لها حاجة اماسها هبقى اكلها الطيور ايه قومي احنا رجعنا لحياتنا القديمة ايه ده هو انا بحلم ولا بجد ايه ده يا هايتم هو بجد يا هايتم اللي احنا فيه ده احنا رجعنا الفيلا ايه يا نادا بص حواليك تعالي بها ننزل نشوف بابا بابا اللعنة اللي كنا فيها خلصت غلص يا بابا وارجعنا حياتنا تاني ايه يا أولاية تشايفين الحمد لله رجعنا لحياتنا احنا مش ممكن نرجع للي كنا بنعمله قبل كده يا بابا بدل من اللعنة ترجع تاني ونروح نزرع تاني هاكيد تصرفاتنا الوحشة هي اللي خلتنا يحصل لنا كده احنا مش ممكن نتصرف تصرفات غلط تاني وياريت يا بابا لو تشوف لي شغل معاك بقى في الشركة انا قررت اشتغل بجد ده شيء كويس يا حبيبي ويفرحني انا من زمان نفسي تيجي تشتغل معايا بس انت اللي ماكنتش عايز وانا كمان يا بابا ياريت تشوف لي شغل معاك في الشركة ماشي يا حبيبي طب ياريت بقى تطلعوا تلبسوا بتيجوا تفتروا ونروح الشركة مع بعض